لا للأقصار لا للتهميش لا للتهميش لا للهرسة لا نعم لحقوق الأعوان شعارات رفعها أعوان ديواني تربية الماشية وتوفير المرعى التابعي لوزارة الفلحة اليوم خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الديوان وقفة تأتي على خلفية انعدام الحوار الجدي بين الإدارة العامة للديوان والنقابة حول جملة من المطالب أهمها استعادة الدور الريادي للديوان في تنمية قطاع تربية الماشية من نقاط لما رفعناها أولاً أحساسنا أحنا كإطارات عليا بالديوان أن نفقدنا الدور الريادي هذا في إطار تطوير منظومة قطاع تربية الماشية بالبلاد التونسية المشاكل اللي هاكم شفته مؤخراً أسعار العلوش على مستوى في عيد الأثحى للفايت هذا الكل يعود لكلفة الغالية متاع التكلفة اللي كنا أحنا نجمه ندخله وكنا نجمه ممكن نحله نقاط بيع بالكيلو من تعديل أسعارها لمستوى البلاد التونسية هذا لكل ما صارش النقطة الثانية تقريباً من الإنعكاس اللي نقتلوا لأنه تفهموا عليش غياب الحوار بين لدارة العامة وكيف تلطيرات بالديوان تقريباً ما نحكيوش عن المديرين وكواه المديرين السيدة ذايا قراراته لكل انفرادية المحتاجون نددوا بإجراءات الإلحاق التي تعتمد على جلب كفاءات من خارج الديوان لتشغل مناصب صلبه إجراءات سنكرها الأعوان وطلبوا بإلغائها ظاهرة جديدة ما كانش عنها في الديوان هي الإلحاق من مؤسسة أخرى ولو عن الكفاءات اللازمة والكفاءات التي تجم التواصل والاعتماد على الكفاءات الذاتية للديوان وفتح الفرص لأبناء الديوان في الارتقاء في المناصب الوظيفية طلب منذبية هالإلحاق ذاية نحن الأولوية دي ما نقولها هنا لولادة ديوان سواء إطارات سواء أعوان أحنا اللي عادينا عمرنا كل فيه ديوان هذي وزيد ما تفمل كما يقولها نحسوا عن الكفاءة شهادتنا تثبت بذلك وفما فاكونس ما تفما قايا متعنا سياسة التعينات طلب الإدارات الجهوية التابعة لديواني تربية الماشية وتوفير المرعة ترتكز أساسا على الولاء الحزبي لا على أساس الكفاءة هكذا صرح أحد المحتاجين مطالبا بمراجعة هذه التعيينات مطالبنا يلزم التعيينات هذه كرؤسة المصالح والجهات تكون تخذ علي مقييس معناها علمية ودقيقة وبالملفات اللي أجدر يكون هو لا كفاءة ولا للجدارة هما يخذ للتعيينات قاعدة تسير مطالب عدة نادى بها اليوم أعوان ديواني تربية الماشية وتوفير المرعة في يوم إضرابهم مؤكدين على ضرورة فتح الإدارة العامة للدوان أبواب الحوار والتفاوض معهم مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم